أولا مفهوم الفلسفة وعلاقتها بالتربية ما تعريف الفلسفة؟ الفلسفة في الأصل كلمة يونانية ومعناها حب الحكمة أي حب المعرفة والبحث عنها كما تعرف الفلسفة بأنها البحث عن العلل البعيدة للظواهر مقابل العلم الذي يبحث عن العلل القريبة لها فالعلم يبحث فيما هو كائن بينما الفلسفة تبحث فيما ينبغي أن يكون كما يمكن أن نقول بأن الفلسفة علم يهتم بدراسة ما وراء الطبيعة فتبحث الفلسفة في أصول الأشياء بحثا عميقا وذلك لإدراك العلاقات الكامنة بين هذه الأشياء هل توجد علاقة بين الفلسفة والتربية؟ نعم، توجد علاقة وثيقة بين كل من الفلسفة والتربية فالفلسفة تمثل البعد النظري والفكر للإنسان في الحياة في حين تمثل التربية المنهج التطبيقي لهذه المفاهيم النظرية الخاصة بالإنسان داخل المجتمع فالفلسفة إذن نشاط النظري يعبر فكريا عن أوضاع الثقافة ويحاول تعديل أوضاع هذه الثقافة وتطويرها بينما تكون التربية هي التطبيق الذي يهدف إلى ترجمة قيم هذه الفلسفة إلى مفاهيم واتجاهات ومهارات سلوكية لدى أفراد المجتمع من هنا تتضح العلاقة الوثيقة بين كل من الفلسفة والتربية ترجمة نانسي قنقر